أنهت البورصة المصرية تعملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وعربح رأس المال السوقي 4 مليارات وتسعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 771 مليار و 761 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي أكترتي بنسبة 72 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 11 ألفا وتسعمائة و 82 نقطة ولأول مرة خلال عام 2020 وكما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكترتي متساوي الأوزان بالنسبة 41 من عشر بالمئة ليغلق عند مستوى 2301 نقطة وصعيد مؤشر إي جي أكترتي متساوي الأوزان بالنسبة 39 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3362 نقطة